زي ما بنقول دايماً قطاع السياحة هو القطاع اللي بيتأثر بشكل مباشر بكل الأحداث بأي دولة من الدول حدثك شايف النهاردة بشكل عام قبل ما نبدأ يعني حدثنا عن مشروع التجالي الأعظم شايف قطاع السياحة بيصير في أي اتجاه وهل بالفعل هناك عودة أو نشاط أكثر إيجابية هذا العام لقطاع السياحة؟ فيه تعافي بوجه عام على مستوى العالم وده هنعكس بالضرورة هنعكس على الموقع السياحي المصري فيه دول الحدود الحدود بدأت تنفتح على العالم بدأ اللي هو اللقاحات اللي هو التطعيم على مستوى العالم فبدأت دول كتير جدا جدا تسمح لمواطنية بالسفر ومصر أعتقد أنها من المقاصد الأمنة نسبيا بالنسبة لمواقع كتير جدا جدا ففيه ناس كتير جدا جدا هتقبل بحركة الطيران بدأت تشتغل تعرفها نحاديك أننا حوالي 95% من حركة السياحة لمصر بالطيران أنا ما فيش الحدود اللي هو مع الحدود اللي هي مع ليبيا مع السودان تالي بيجنة لكن بقيت السياحة موظم السياحة بيجنة بالطيران فالطيران العادي اللي هو العالمي بدأ يشتغل تاني فإن شاء الله المؤشرات كويسة إن شاء الله من هنا كان اهتمام الدولة بقى بتنشيط هذا القطاع وتوفير الآليات أو الامتيازات الخاصة بقطاع السياحة خليني أكلم مع حضرتك عن رؤيتك لمقاومات السياحة في مصر بشكل عام وكيفية الاهتمام بيها من قبل الدولة المصرية أنا شايف أن مصر بتمتلك كل المقاومات السياحية في العالم يعني مفيش يعني كل الأنماط السياحية موجودة عندنا هنا سواء سياحة صحراوية سياحة شطائية طبعا السياحة الأثرية احنا مميزين بيها كل ده بلاس يعني كل ده نقدر نقول حاول السياحة الرياضية كمان عندنا عندنا لو اهتمينا بالسياحة الجولف وبالمارسون وبالسياحة العلاجية بالسياحة التعليمية عندنا كل المجالات والثقافية طبعا الأثار اللي بنمتلكها وكلها طبعا كل ده يعني جنب السياحة الأثرية لكن أنا بتكلم على الأنماط التانية كتيرة جدا جدا المختلفة اللي مش واخد حقها اللي لو تمنا بيها هنجذب والسياحة الدينية طبعا على رأسهم أكيد وأعتقد أن يعني زي ما بنشوف مشروعات كثيرة جدا بتتم في مجال الاهتمام بالأثار شفنا طبعا متحف الحضارة وحفل نقل المياويات اللي تم في الفترة الأخيرة وازاي كان محل لأنظار العالم كله كمان الاستعداد لحفل المتحف الكبير والاستعداد لطريق الكباش طبعا طريق الكباش برضو مع نهاية هذا الشهر بإذن الله أعتقد يعني كل هذه الخطوات هي بتلفت الانتباه العالمي للسياحة في مصر بشكل عام لكن خلينا أتكلم مع حضرتك على مشروع التجل الأعظم هذا المشروع شايف أهميته إيه وإنعكاسه كمان على منطقة مهمة جدا بالنسبة لنا اللي هي منطقة سيناء يا سيناء سيناء جميلة سيناء التاريخ سيناء كل حاجة سيناء هقول لحضرك احنا بتفكريني في سنة 94 الحياة كان حلمي يعني كان حلمي شخصي بالنسبة لي كان حلم أننا نحتفل باستقبال القرن الجديد استقبال القرن الجديد وفعلا عملنا فايل كبير جدا جدا لاستقبال القرن الجديد اللي احتفال بالقرن الجديد بتحضرني في الوقت الحالي يعني مع الكلام الجميل اللي احنا بنتكلم فيه حوالين سيناء كان البابا يوحن بول التاني كان بابا الفاتيكان في هذا الوقت وسألوه إيه المكان اللي نحتفل بيه بقدوم القرن الجديد الألفية الجديدة اللي هي سنة 2000 قال لهم مفيش قلا جبل موسى جبل المكان اللي نزل فيه الوحيد ده المكان التاريخي الوحيد اللي تجلى فيه ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى sup وده المكان الوحيد اللي هتجمع عليه كل الأديان أنا مش بكلم بس على المساحية ولا الإسلامية ولا اليهودية كل الأديان كل الأجناس من كل البشر لو أحسن استقلال هذا المكان لو هذا المكان تطور هنشهد طوفان من السياح الدينية ملايين من الناس هتيجي لهذا المكان عشان تحتفل أو تشوف المكان اللي تجلى فيه ربنا سبحانه وتعالى المكان الوحيد اللي تجلى فيه على ظهر البسيطة كلها المكان الوحيد اللي بيحمل قدسية متناهية العظمة يعني مفيش مكان تاني في التاريخ محدش يزعم بقى يعني ممكن نفسونا يقول احنا عندنا قصار زيكم احنا مش حالف ايه حاجات عندنا شواطئ مش حالف عندنا غوص لكن محدش هيضر يتكلم في هذه النقطة لان هذه النقطة مسجلة باسم ربنا سبحانه وتعالى صحيح واعتقد ده يعني كفيل ان هو يعطي اهمية قصوة لهذا المشروع مشروع التجلي الاعظم يعني حتى مسمى المشروع الحقيقة يدي نوع من الاهتمام والشغف لدى اي انسان ان هو ايه مشروع تجلي الاعظم و ايه اللي هيعملوه في المنطقة دي خاصة انها منطقة ذات طبيعة خاصة علشان اقيم يعني استثمار سياحي ومشروع سياحي ضخم في هذا المكان ايه العناصر اللي يجب ان انا اوفرها ازاي بالفعل بتقوم الدولة في هذا التوقيت بوضع كافة الاستعدادات للقيام بهذا المشروع يا المشروع كبير جدا المشروع ضخم المشروع محتاج الحقيقة محتاج مجهودات مجهودات مش بس الدولة مجهودات عالمية يعني الحقيقة يعني انا فعلا بنتكلم على يعني على حدث يعني غير غير الخريطة اللي هي بتاعت السياحة الانية على حقار الخريطة بتاعت المنظرات والحاجات دي كلها انا بتكلم على المنطقة طبعا ان احنا انت عارف المنطقة فيها جبل موسى وفيها سانت كاترين سانت كاترين اردي بتحظى بسبعة يعني بيجي لها معروفة عالميا بالضبط لتمهيد الطرق توصيل الخدمات لكل هذه الاماكن اقامة فنادق ومنتجات سياحية تشغيل خطوط زي تلفريك حاجات زي كده الكهرباء الاطاقة الحاجات دي كلها اعتقد ان ده كل ده في مقاومات اللي هي حطاها الدولة او بتبصلها على الاساس انها تبقى جزء من المكون الرئيسي اللي هو بتاع الحدث لازم يكون فيه سهولة مواصلات انت عارفة حديك السياحة عموما مش بس مكان صحيح لكن خدمات صحيح وانا بقول دايما ان حتى حتى هكونا بنتكلم على التنشيط وبنتكلم على الحاجات دي وفي المجلس المجلس المصري اللي شؤون السياحية هنتكلم عنه بعد كده لكن هو الاساس الخدمة اللي حضرت بتقدميها يعني انا بقول ان الخدمة نفسها هي اللي بتطور هذا المكان لو ان فيه يعني اماكن كتيرة جدا جدا ما عندهمش مقاومات اثارية ولا عندهم حاجات زي كده لكن عندهم خدمات دول كتيرة جدا جدا بتبقى يعني عندهم خدمات في كل المجلات في التعليم بيقدم السياحة في الطب بيقدم السياحة في كل الحاجات في النقل في المواصلات في الحاجات دي كلها فانا بكلم على سيناء يعني احنا دلوقتي يمكن يمكن اللي هو الحدث اللي بنيكلم عليه التجلل اعظم والحاجات دي كلها ما هوش موجود دلوقتي لان لسه ما انشئتش يعني في خطة الحكومة انها تنشئ هذه الخدمات مجرد الخدمات اللي هتتعامل في هذا المكان هتبقى عام الجذب جميل جدا جدا زي بحركة فضلت وقلت هذا المكان له خصوصية وله طبيعة مختلفة سواء كان من حيث دراسة النواحي البيئية المتعلقة به وسيلة النقل حتى النواحي الخاصة بالمناخ أو التغيرات الحرارية لطبيعة الجو في هذه المنطقة وزي أن أنا أوفر الخدمات الخاصة بها وأعتقد أن دي كلها دراسات بتقوم بها دولة في الوقت الحالي لهذا المشروع خريطة السياحة الدينية هل حضرتك شايف أن ده هيتأثر بشكل كبير بوجود مثل هذا المشروع على خريطة السياحة الدينية على مستوى العالم ومن ثم على خريطة السياحة بالنسبة لمصر طبعا أكيد هيأثر جميل جدا لأنا أنا بقولها حقيقة أنا أنا بكلم على سياحة من كل الأجناس ومن كل الديانات هتيجي تقبل على هذا المكان إن شاء الله يعني مش بس الإخوة المسيحيين ولا اليهود ولا المسلمين ده أنا بكلم كمان على الديانات حتى في شرق آسيا والحاجات دي كلها كل عالم هيجي ففيه طوفان هيجي من السياحة وده متوقع أن احنا يغير الأرقام يغير العداد دي كلها بالإضافة طبعا لرحلة العائلة المقدسة والمزارات والحاجات دي كلها والحاجات اللي موجودة في سينا بالإضافة إن كمان المكان مش بس هيبقى يعني النمط اللي هو السياحة الدينية لكن هيبقى حواليها هيتربط بشرم الشيخ بالمحب الشواطئ وحاجات دي كلها فأعتقد الخريطة بتاعة السياحة المصرية هتتغير والخريطة بتاعة السياحة العالمية هتتغير